طيب لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم نحييكم مجددا من مدرج مطار الواكشوت الدولي ومتونسي من الجناح الرئاسي تحديدا حيث يظهر في الخلف وصول الطائرة التي تقل رئيس الحكومة المغربية عزيزة خنوش وفي مقدمة مستقبله معالي الوزير الأولى السيد محمد بلاه المسعود محاطا بكبار معاونه من أعضاء الحكومة رئيس الحكومة المغربية وصل هذه اللحظات ضمن الوفود الرئاسية من رؤساء حكومات ورؤساء دول وبعثات جاءت من أجل حضور الحدث الكبير الذي سيقام بعد السوايع من الآن وهو تنصيب فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الرشيخ غزوان لمأمورية رئاسية ثانية رئيس الحكومة المغربية هذه اللحظات يصافح أعضاء الحكومة وزير العدل وزير الشؤون الخارجية وزير الدفاع ووزير الداخلية والوزير الأمين العام للحكومة وهو يدخل الآن إلى جناح الشرف هذه اللحظات يتقدم رويدا ليسلم على أعضائه البعثة المغربية التي جاءت استقباله في طليعتها السفير المغربي المعتمد في نواكشوت روابط تاريخية كبيرة وضاربة في القدم تربط موريتانيا بالمملكة المغربية الشقيقة ولها الكثير من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تربط البلدين الشقيقين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية هذه اللحظات الوزير الأول سيد محمد بلال مسعود يستقبل ضيف موريتانيا وضيف فقامة رئيس الشمهورية رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش معي لتغطية هذا الحدث هنا الزملاء من اللغات الوطنية إليك زميل دعو 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 و كانوا تف ждت من حتى دعو 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 دمتم موجات و كل هذه اللحظات يستقبل ضيف أي تقتطع إليكم سلطل第三 علاج الت HIV ت評 przyszلي 您 Wie patientنا يتف إفتع Yes 加ونغ وحزن بإخل الجهد and about these stories الحسن منظم هنالك يتصبح لدينا المترجمات المتقدمة و يشارك الأمر الهدياء في التقنيات العكسي و يشارك الأمر عليكم و يشارك الأمر السرين و يشارك الأمر جديد المترجم الفي و يشارك الأمر كيف اتهتنا كيف؟ كيف اتتناول محمد الجديد فيها انكتنا بانه إزالك و يتعرض اتناول مهارات ضعونا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 الصورة للمشاهد على أن ينقل الواقع كما هو وبالتالي هناك فرق الميدانية أو فدتها قناة الموريتانية ترابط هنا في المطار المعكشوط الدولي متونسي وترابط أيضا بقصر المرابطون الذي سيشهد الحدث الكبير بعد ساعات بإذن بعد سوايا معدودة بإذن الله سيكون هناك هذا الحدث الكبير وهو حدث تتويج فخامة رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية وبحضور الكثير من القادة العرب والأفارقة الذين بدأوا يتوافدون من يوم أمس على العاصمة حتى يكون هناك جديد أعود بكم مشاهدين الكرام إلى الاستوديوهات المركزية فإلى هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا